سأخذ بعضا من أسئلة السوشيال ميديا في الحلقة الجميلة اللي بتنتهي محمد الرعيدي توقعتكم لطريقة لعبة كولر في السور المصري بسرعة أعتقد مش هتختلف كتير عن مباراة الزمالك ممكن الأفراد بس لك أنه هو أفراد معينة بس لا مش هتختلف كتير أربعة تلاتة تلاتة اللي بعته إزاي الأهلي يقدر حق كاس العالم أنداءة وحق مركز أحسن من الثالث مدى نجاح الأهلي على مدار السنين اللي فاتت في عهد الكابتل محترم محمود الخطيب وبالأخص فترة مارسل كولر تحياتي الأهلى أفضل إعلامة مصر ده رامي إبراهيم شادي هو قردي الأهلي بيحقق كويس في كاس الحمد عن ليه نفسنا يطلع فأينا بس للأمانة اللي جاية صعب اللي هي كاس العالم التبيرة دي صعب يعني خلينا ديد مفاجأة زي المغرب كده لما عمل في كاس العالم دي ممكن تبقى بحسب تسهيل ربنا والدني لكن القريبة في إيدينا للأمانة وأسهل شوية طريق من كاس العالم هي الانتر كونتنينتا لأن ماتش على أرضك تكسب تروح تلعب في قطر اللي هي برضو يعتبر على أرضك هل تجاب حاجة تانية في النهضة؟ لا أنا شايف أن هي وارد جدا نقدر نسعد فعلا وارد نقدر نسعد أمر الله اللي بعده من نرد هناك يا بشبير عاوز تقييم لباقي فرق السوبر المصري البطولة مستهلة هاني الشريف قل لي تقييم سريع زمالك؟ معنويا هو أعلى فرق دلوقتي برضو يعني خلين نقول ممكن يكون كمان مستخبي فهما معلوهش الضوء قوي هو جاي ملعبش لسوبر أفريقي سيراميكا؟ يعني ممكن نقول أقل الفرق سيراميكا؟ في بطولات الكؤوس كله له فرصه ولكن هيفضل الأهلي هو صاحب المرشع الأول ناخد اللي بعده رأيكم في الكرة المصرية بشكل عام دونها مجاملة ممكن توصفها لي بكلمة واحدة؟ عارفين أنت اللي هو إيه يعني ما أدارش بيقولك الحاجة كده اللي هو إيه هي ملعبكة بس ما أدارش استغنع يعني هي بايزة فيها مشاكل كتير لكن ما أدارش استغنع لا بحيب ولا أقدر على بعض عشوائية محببة عشوائية جديدة دي عشوائية محببة دي جديدة هو كده مهم مكان هتلاقي الناس قاعدوا تساعد عليه يلا ممكن تخدموا فريق الكرة بإيه من أجل تطويره ده محمد فتح ابو ياسمين مش فاهم تخدمه يعني نساعد النادي نساعد آه يعني من إحنا ما نقدرش تساعده غير من هنا يعني ده اللي أعنا بقفهم فيه نصيحة بتقدر تساعد إزاي؟ لا مش حاسس إنه دعم بس لو قدر دعم دعم خلاص دعم معنا أخر تلت رسائل يلا بايومي ايه أكتر مركز محتاج تدعين في الأهلي وأجنابه على محلي راجب صراحة الصياد قول أنا شايف فرود سم جناح فرود سم جناح اتفق مع فرود فرود سم جناح اللي بعده إيه رأيكم في صفقات الأهلي اللي جات في الصيف ده خالد أبو جنات نتمنى أنهم ربنا يوفقهم يعني لسه نلعبنا ماتش يعني ماتشين ثلاثة لسه الموسم طويل كوالتي بتاعهم شكله إيه؟ أنا ما شفتش أنا ما شفتش وصف أيمان لكن شفت أشرف داري ممتاز يحيطوها طلاب المناسبة يعني كان ممتاز في ماتش يعني اللي غلطة هي اللي خرجته من الجيم لكنه ممتاز يحيطوها طلاب ممتاز آخر رسالة اللي جاي يلا بينا إيه سابت اسمتك بأيمن بأيمن يا كابتن بأيمن يا كابتن جيلبرتو ده خالد سعيد فرق بأيمن يا كابتن جيلبرتو كمان يعني ده إحنا مش حنروح اللي لدي واتفضل يا أيمن يا كابتن جيلبرتو والدتي اللي سمتني أيمن خلاص بحنا أيمن عايز جيلبرتو يعني وأنا في قول عدادي في تشيرت الأهلي في خاصة الألعاب جيلبرتو لسه جاي قال لي يا عم خلاص أنت هتعمل لنا فيها جلبرت وفلا زيت فمش الجلبرت نظفت كده هون عشوال وقتها ما فيش كرش مع نفس الروف ونفس الدناغ عمالي بعاتلي فيديوهات ليك والنجم بتاعنا سيراك في الكبري اللي هو بعطولك كبري يا رجل